في هذا الفيديو ده دعيني أريكم حركة كول جدا ستجد تشغيل بلاي ستيشن، إكس بوكس، نينتندو سويتش ومجموعة تانية كبيرة من الحاجات على موبايلك مباشرة ومن غير ما تحتاج الانترنت السلام عليكم أهلا وسلام بكم فيديو جديد مع عمر دايزر الأخوار يا جماعة شعلا جميعا بخير ونهاردة أريد أن أتحدث مع الحركة أتوقع كثير منكم ما أعرفه وأتوقع أيضا ستكون مفيدة لمجموعة كبيرة منكم وهذه الحركة تجد تستفيد بها على موبايلك أي مكان نوعه سواء استخدم آيفون، استخدم أندرويد، لا يجب أن يكون فلاكشي بإطلاقا أي موبايل فعليا وحتى لو لم يكن موبايلك الحالي موبايل قديم ومع مرمي في زاوية الأوضة بإلمة رابع الفاضي ستستخدمه لتستفيد به ممكن أيضا استخدام التابلت سواء آيباد أو أي شيء إذا أريد والتريك هنا في الموضوع نقدر أن نخدع موبايلك أو جهاز اللي نستخدمه وأنه يعمل شيء ليس مصمم من أنه يعملها أو يعمل عكسها فعليا لا يوجد شيء خطر هنا كل شيء سايف جدا ولكن لكي نستطيع أن نفهم هذا التريك محتاجة في حيامكم كونسب معين اسمه ديسبلاي إن ديسبلاي أو ديسبلاي أو ديسبلاي أو ديسبلاي أو ديسبلاي الجهاز الكثير من الموجودة في البيت مثل التليفزيون أو المونيوسور أو الكمبيوتر أو البروجيكتور كل جهازات تفادم شيء اسمها ديسبلاي إن بمعنى إنها تعتبر ديسبلاي لمصدر تاني خارجي مثل الرسيفر مثل البلاي ستيشن أو الأكس بوكس وما إلى ذلك فهي مصمم إنها تطلع الصورة من هذا المصدر على الشاشة اللي موجودة فيها ولكن هناك جهازات تانية اللي نستخدمها في أدينا غالب الوقت مثل الموبايل، مثل التابلت، ومفهش الشاشة السيشن مثل البلاي ستيشن والأكس بوكس هذه تعتبر ديسبلاي آوت بمعنى إنها أريد أن تطلع الصورة اللي فيها على مصدر تاني مثل الموبايل بتاعك بشاشة خارجية وتجد صورة تطلعت لك على الشاشة الخارجية وهنا أريد أن نأخذها الموبايل أو التابل الذي سنستخدمه أنه يعتبر ديسبلاي إن فبدل أن يظهر لي المكونات التي يوجدها لأنني لا أريدها مثل الموبايل قديم أنه يرد لي شيء جيد من بره على الشاشة والموضوع بسيط سأشرحكم موضوع آيباد لكي شاشة أكبر وأسهل عندما وصلت آيباد بأي مصدر خارجي عن طريق مدخل USB-C بشاشة خارجية ولكن أريد أن أعكس الموضوع أريد أن أخذ المصدر بلايستيشن وطلع صورة تلك على البلايستيشن أعمل ماذا؟ أضع بلايستيشن 5 وأكيد لكي تستطيع استخدامه ومحتاج تليفزيون أو مونيتور لكي فعلين يظهر منه كابل HDMI ويجب أن تصدر أحد فيه لكي ترى الصورة أعمل ماذا لو لا يوجد تليفزيون أو لو تليفزيون مشغول هناك أشخاص يتفرقون عنه لا يوجد مسلسلات في أي شيء أو لو أمسافر واخد بلايستيشن معي ولم يوجد تليفزيون في المكان أو لو لم أريد أن ألعب على التليفزيون ولم يوجد تليفزيون في الصالة ولم يوجد تليفزيون في القولة وعريد أن ألعب على الموبايل أو التابلت كيف حالة هذا مع هذا الـ HDMI؟ الحل هو هذا اللطيف من نظر أن تشعروا أن تشعروا دونجل عادي تشعروا أنه سأوصل على USB-C بالموبايل ويضع الـ HDMI هنا ويقوم بحولت من HDMI إلى USB-C سأقول لك لا، إذا دونجل عادي سيشتغل فعليه وفكرك أنه ليس فقط على البلايستيشن سيمشي مع الإكس بوكس أو سويتش على شاشة التابلت ولكن هذا ليس دونجل هذا فعليه ما اسمه ليس دونجل ليس كونفيرتر وهناك منه أشكال والوان كثيرة جدا وعلى فكرة خاصة جدا إذا أدارت على أمازون ستجد منهم شيئات تنخيصة جدا وهذه الشيء التي تخدع الموبايل أو التابلت هو عبارة عن شاشة لأي حاجة سنوصلها به ليس إنه يطلع المحتوى على الشاشة الخارجية وكذا سنحتاج إلى شيئات أخرى أبليكيشن اسمها أوراين ستكون موجودة لآيباد وهذه أبليكيشن فري وكل هي تكمل معنا عملية الإقناع عن شاشة الخطوة بعد كانت أخذ الكابتر كارد الـ HDMI اللي جاء من البلايستيشن اللي بتوصله بتلفزيون ستوصله دلوقتي بهذا الشيء والطرف الثاني سنوصله بالآيباد أو الجهاز اللي هنستخدمه بس أبديت سريع قبل ما نكمل النوع ده حسيته إن كونسيستن شوية يعني كان بيشتغل وبعد ذلك ساعات كبيرة بيشتغل النوع ده شغال على طول فأنا سأساب لكم لنك للنوع اللي شغال في سنة دولة في ساعة الفيديو ومفروض أن كل أنواع تشتغل ما عرفش مهيز شوية المهم خطوة بعد كده الـ HDMI الجامل بلايستيشن بتوصله بالتلفزيون ستوصله دلوقتي بهذا الجهاز اللطيف والطرف الثاني سنوصله بالآيباد أو بالجهاز اللي نستخدمه بس وطبعا اتأكد أنك تشغل أبليجيشن نازلناها لا يستعمل فيها أي سيتاب وإسفجأة الآيباد يتحول إلى شاشة بلايستيشن أنا سأستخدم الكنترول لكي نتحكم بلايستيشن فايف اللي شغال على الآيباد ده بقى بيحل دلوقتي محل المونيتور أو التلفزيون كما ترون شغال جيدا جدا جدا بالحركة دي نحن أقناعنا الآيباد إنه عبارة عن مونيتور أو شاشة للبلايستيشن فايف وعلى فكرة هو مش بس شاشة الصوت كمان بيطلع من الآيباد وعلى فكرة لو أنت موصل بالآيباد أو أي سماع بلوتوث سيطلع الصوت من السماع وغير ما حدثت بطلها بالبلايستيشن انت ربطتها دلوقتي بالآيباد وهذه حركة لطيفة جدا ودلوقتي تستمتع بالبلايستيشن جيم سبعتك أنت تحبها على آيباد أو الموبايل أو أي شيء في حالة يمكن أن يشتغل موضوع فلوضع في قطةك وتلفيزيون تحجز كما تنفعش تكمل الجيم تكمل على آيباد وتكمل على التابلت وتكمل على الموبايل وتكون أصغر ولكن تستطيع تشغيلها كما ترى كما ترى كما ترى الصورة ممتازة والصوت من سماعات الآيباد أو سماعات بلوتوث وتعيش حياتك الموضوع لطيف جدا وليس مجرد الألعاب يفتح لنا أفاق نستخدم هذا الجهاز كمونيتور لأي شيء ليس فقط لبلايستيشن ولكن لديك إكس بوكس أو سويتش ستعمل لنفس الموضوع هذه هي شاشة أكبر من شاشة السويتش ويبقى أبجريد بالنسبة لك في حالة الآيباد هنا الآيباد مازال آيباد فأنا مستعمل فأنا ممكن نفتح أي شيء مشغالها هنا عادي جدا وترجع ثاني وتجد نفس الجهاز فهو لا تشلش أو تحول لأي شيء عادي كل شيء موجود عندك وتستخدم نفسها وتقدر تكملها أو تحول لأي شيء ثاني فأنا ممكن تجد نفس الجهاز بسيطة لا تكون أحسن سيتا بأنك تلعب بشكل كالف ديوتي ولكن لا يوجد مشكلة كنت تلعب بها جرانتوليزمو والموضوع كان لطيف وشغال أكد أن هذا الموضوع لا أعرف أي علاقة بقوة الجهاز التي تستخدمه اي باد اي باد اي باد اي باد تابلت قديم جدا لا يوجد مشكلة لكي انت معتمد على شاشة فقط ماذا ثاني ممكن استفيد بالكونسب دا في حاجة تانية اه حاجة تانية كثير تخيل مثلا انك ما تريد شخص تستخدم كاميرا ولم تراح نفسك مع شاشة تماما فقط ممكن تشاهد نفسك على شاشة الاي باد او الموبايل سأقوم بلطة انسابشن هناك هذه هي موصل الاي باد بالكابتشا كارد لكن لا تقوم بسيطة الأي باد بالكاميرا فأنا مستخدم الاي باد كأنه مانتور للكاميرا أنا في العادي أستخدم مونيتور فعلياً للكاميرا دي لكن الموجود في الزاوية لذلك أنا أستخدم آيباد كأنه مونيتور للكاميرا دي هو بيصور نفسه فطلب في الشاشة وبيصور نفسه فطلب في الشاشة وبيصور نفسه وعشان كده بيهل لكو إنفينيتي بس الفكرة ممكن أن أستخدمه الكامير اللي قدام كمان أقول لأي كاميرا وتبقى شايف اللي تتصوره من غير ما تحتاج لون جنب الكاميرا إطلاقاً فلو عندك تابلة قديم تستخدم مفيدة جداً هناك استخدامات أخرى كامل مفيدة جداً يوجد مفاقة من الأجهزة اسمها ميني بي سي يبقى عبارة عن جهاز صغير مثل هذا مثلاً وقربنا واحد تاني قبل كده برضو أصغر منه شوية نعم بارة عن كمبيوتر متكامل فيه بروسيسور ورام وستورج وكل شيء لكن هناك طبعاً HDMI فكل عليك توصله كما وصلنا البلاي ستيشن وبقى عندك كمبيوتر والمونيتور عبارة عن التابلة بتاعك أو الأيباد فعلياً كل هذا ممكن تاخده معك جوا شنطتك فكأنك تستخدم جداً عندك ديسك توب كامل جوا شنطتك أو جوا في ايدك حتى فعلياً فعلياً آيباد وهذا الجهاز عبارة كده عن ستيتوب كامل نفس الكلام ممكن تضبعه على عالم أبل إذا عندك ماك ميني لا أعليش ماك ميني ده ماك ستوديو لكن عندما عندك ماك ميني الذي يعتبر واحد من أرخص ديسك توب والأجهزة فعلياً قوي جداً ممكن تشتريها من أبل فعلياً توصله بالأيباد كأنه هو المونيتور بتاعه هو فعلياً أرفع وخف من داب كتير وبعندك برضو ديسك توب متكامل ستيتوب ممكن تضعه في شنطتك وقوي جداً فعلياً مش محتاج المونيتور تقدر تعمل في أي مكان في العالم في كافية لو أنت عايز توصل ماك ميني وتوصله بالأيباد وتعمل نفس الكلام على الميني بي سي دي حاجة تفتح لك أفوق بصراحة رهيبة وزيما تركن في الأول أشرح كان على أيباد لكن أندرويد سيعمل أي تابلت أو أي موبايل عادي جداً هذه هي جلاكسي زي فولد والآبليكيشن المنزلة هنا ليس نفسها ليس أوراين وهي واحدة اسمها يويس بي كاميرا بلايكيشن عجيبة كده بسيطة لكن تقدر الغرض لا تعمل أي شيء مضرر وهنا الآن موصله ثاني بالبلاي ستيشن والآن جاء معنا بلعب بلاي ستيشن على جلاكسي زي فولد هذا شيء مجردونا طبعا الفولد هو لطيفة في هذا الموضوع لكي شاشة أكبر لكن عادي أي موبايل سيعمل معك ونفس الكلام نشاهده على الأيباد الصوت يخرج من الموبايل نفسه وتقدر توصل به سماعات بلوتوث ويأخذ صوت مباشرة من غير ما تحتاجك توصل أي شيء بالبلاي ستيشن طبعاً غير الكنترولر طبعاً الكنترولز هنا لازم كنترولر بلاي ستيشن ليس لينفع تحكم الموبايل نفسه للأسف ولكن الوضوع لطيف جداً ونفس الاستخدامات التي تحدثنا عليها انت لو تستخدم ميني بي سي أو ماك ميني أو أي شيء ويجب أن تكون لديك مونيتور بالتابل بالتابل ستحلها لك من غير أي مشكلة ويجب أن تكون مونيتور لكاميرا موجودة عندك خارجية وكما تحدثنا مع الأيباد ميني بي سي من الصغيرين جداً سعرهم يعتبر جيداً مع موبايلك وكذا عندك ديسك توب متكامل ويجب أن تضع شنطة أو تمسكهم في إيدك كأنك عملت لابتوب متحول نوعاً ما والمرة جاء لما يقول لك لا يوجد بلاي سيشن أو تلفزيون يريد أن يتفرج على المسلسل وخط بعضك وروحي لعباستان اسمع كلامك كبار هذا كانت تريكا لطيفة ستستطيعون شيئاً مثل هذه ستكون مفيداً لكم لا تنسوه لا تشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام شكراً اشتركوا في القناة